بسم الله الرحمن الرحيم هنشرح هنا دلوقتي ازاي بنسطب الوبونتو تمام درجة 20 عشرة طبعا احنا في المقال بتاعنا في الخطوات المكتوبة موجود الخطوات بتاعتي بالكامل هنضغط هنا اوبونتو هيبدأ يفوك الملفات بتاعته عشان يبدأ يسطبها هتلاقوا في الخطوات المكتوبة هتلاقوا ان انا ممكن اقوموا لايف ممكن اشتغل عليه هتلاقوا ان انا ازاي اعمل فلاشة دي اصلا وهتلاقوا الليمك بتاع السورس من الموقع الرسمي بتاع اوبونتو الخطوات بتاعته سهل قوي حتى لو انت واحد مبتدئ ما سطبتش قبل كده اوبونتو او ما شغلتش عليه الميزة في الفرجن ده ان انت تمام الفرجنية بتاعت اوبونتو بصفة عامة ان انت ممكن تشتغل يعني بالماوس تتعلم واحدة واحدة ما فياش اي مشكلة هتلاحظه اما يجي سطب حيستأني انت عايز تسطب دلوقتي ولا عايز تجرب بس هتلاقي في نسخة اسمات رايل تمام هتلاقوا الاسئلة بتاعته بسيطة خطوات سهلة قوي هتلاقوا ان هو جي و اي الانسوليشن بتاعته وهتلاحظه كمان انه مش هيخد وقت يعني انت لو بسيطه على الشغل بتاعنا هتلاقوا انه هو حوالي عشر دقيق او اقل كمان يعني انا مع متش اي حاجة هو بيستطب بيفوك كميرفات مع نفسه عشان يبدأ خطوات الانسوليشن بتاعتي هيسألني زي الويندوز انت عايز تنزل على الهارد بالكامل ولا عايز تقسمه ولا عايز تعمل باي هيسألني انت عايز نقل بتاعي ايه انا بقول بتتكلم كده وهو شغال تمام هادي اول شاشة هتسألني انت اللغة بتاعتك ايه انجليش ولا لغة تانية انت عايز تراي اهي اللي انا بتكلم عليها انت هتشتغل عايز تتجربه بس ولا عايز تسطابه هنحاول لو سطابه طبعا انستول. هيبدأ يسألني على الكيبورد بتاعتي. اللغة بتاعتها ايه? هنختارة بتاعتي انجليش عادي خالص زي الويندوز. قطلو طلعها يا شاشة اللي بتاعتها اللي بعدها. انت عايز تشتغل ايه نورما انستريشن? ولا عايز تشتغل على الجرافيك عالي? لو انا هختار الجرافيك العالي اللي هو سوفت وير. ده هديلي مزايا للسوفت وير بتاعتها هبدأ اشتغل عليها والواي فاي. والاوبشن بتاعتي بالكامل كأنه ويندوز بالزبط. سألني هنا على هارد ريسك هتقسمها ازاي? انت عايز الهارد بالكامل. ولا زي ما انا اخترت كده. هيبدأ يسألني عايز تقسمها الدي ايه? هتشتغل معاها ايه? هلسأل جديد. طبعا انا هارجع باك عشان نكمل الشرح بتاعنا. اقل الهارد بالكامل بيسألني انت هتشتغل عليها ايه? تمام? النو الفايلات بتاعتك ايه اللي هتشتغل عليها? انا هقول له عشان انا باشرة هقول له اي ريز الهارد ريسك بالكامل انا هنزيره على الهارد بالكامل رحقول له انستنى واحد استناها يبدأ يشتغل. اطلع لي تنبيه طبعا انت كل الحاجة هتتمسح واللي هينزل بتاعك كزا كزا تقسيمة بتاعتي. سألني بعدها على اللي انت فانو بلد التوقيت بتاعك ايه? اخترت تمام? هاختارك كايرو. لو انا في بلد تانية هاختارها. هقول له continue. بمنتهى البساطة. سألني انت اسمك ايه الحقيقة? انا حكت بموسلي اكاديمي اللي هو السايد بتاعنا. تمام? اسم الكمبيوتر بتاعك ايه? فانا شغل فيرشور حيسيبه زي ما هو. انا فيش مشكلة عايز تغير اسم وغير اسمه. سألني عليه زي ايه حسيب موسلي اكاديمي حسيبهم موصلي. حكتب البساطة بتاعتي. كأنه ويندوز عادي خالص لما كناك تستطب ويندوز. او كناك تسعر قبل كيشن حتى يعني مش بتنازل ويندوز. وبيأكد طبعا البساطة بتاعتي. وبيسألني انت هتعمل ايه? عايزي اسألك على البساطة ولا لا? انا لو تولي وجهني اوتوماتيك لي خلاص مش هيسع على البساطة. لو تولي يبقى ايه? هيوقف يسألني على البساطة لما يبدأ يشتغل. هيبدأ يكابير الملفات بتاعته. الشغل العادي خالص بتاعي. وحبت صور كده تسليني. وحبت معلومات عن وبونتو. اللي هي ولكم وبونتو. فاستاند فول نيو فيتشر. بيتسليك بس عشان الوقت ما تحسش بملل مع انه بياخدش وقت يا جماعة. يعني بياخد وقت فعلا اقل من ويندوز. عالم مندوز بكتير يعني. تمام? اه فاستاند نيو فيتشر. اه حب التسليه. وحنلاقي في سهم كده في اليمين. لو انا حبيت اغير الصور حتى زي ما انا عايز. تحت او بيقول لي المستفينيش وهذه الصور هي زي ما احنا تكلمنا. تمام? ايه اللي ممكن تنزله عليه? ايه المزايا بتاعته? الميوزك بتتحرك معاك? لو بتحب الصور هفان ويس فوتوز. تمام? وحبت حاجات كتير كده ايه? اه لو حبت ايه تتسليه تقرأ لو انت قاعد. عايز اطلع دقيقتين وترجع له هتلاقيه برضو ايه? الدنيا ما بيسالش على حاجة وشغال تمام. ما فيش اي مشكلة. حتى تحت بيقول لي المستفينيش دهو انا خلصت. قربت اخلص. مش هتاخد ديئة يعني يا جماعة يعني انا مش مطول. مش محتاجة ان انا وقف الفيديو. لانها فعلا مش هتاخد وقت كتير يعني. ان احنا دلوقتي هو خمس دهائي وهو كله مش هياخد عشر دهائي يعني. طمام? الشاشة الاخيرة بيقول لي كلب عند بتاعه. زي او نخلي بلنا من حاجة مع ان وبونتو دلوقتي سابورت حاجات كتيرة قوي. اكتر الشغل بقى على وبونتو. يعني الناس بتشغل ويندوز دلوقتي في الشغل بتاعها بقى قليل. وشغل لينكس بقى مطلوب وبقى سابورت ابي كيشن كتيرة يعني تمام? اكتر ابي كيشن بتشغل على مايكروسوفت ويندوز بقى تشتغل على ابونتو ونفقاش اي مشكلة. والشغل بتاعها حتى عشان جيو اي بقى بيسهل كتير غريل اول اول كان كومند بس. لها دلوقتي جيو اي بيسهل علي كتير. الشغل الجرافيكس بتاعه بقى معقول. ايه طبعا شغل بتاعه سهل. هتلاقي انتو في الموقع بتاعنا بنشرح هو واحدة واحدة كده. الشغل بتاعه وشغل الشركات بتاعته. فدي الفيديو ده طبعا كده اول الفيديو يسهل لك الخطوات ازاي تنزل ابونتو. وممكن عن طريق ايه موقع لو تبعتنا. هتلاقي ان هو منزل حاجات كتيرة قوي ازاي تتعامل معاها وتسهل الشغل بتاعك. وطبعا عشان يبصلك الفيديوهات الجديدة يا جمال ما تنساش تعمل سبسكرايب و لايك للموقع بتاعنا. تمام? واليوتيوب بتاعنا هتلاقي ان عشان يجيلك الفيديوهات الجديدة احنا منحاول على قد ما نقدر ننزل فيديوهات مع المقالات بس المقالات دائما متبقى اكتر من الفيديوهات يعني عشان الوقت مش اكتر من كده. وبنحاول نلحق الكلام بتاعنا يعني احنا نزلنا فيديوهات لشغل على ابونتو. دلوقتي لسه بننزل الفيديو بس بتاع انسلشن ابونتو. زي ما انتو شايفين يا جماعة احنا عاديين ندردش مع عمدتش اي حاجة في انسلشن بتاعه. هو كاتب لك تحت الخطوات وصل لانه ستيب والدنيا بتاعته ايه? وزي ما احنا شايفين اللون ايه? لو انت زهقين ممكن تقرأ ايه? الصور دي معي. اهو خلاص اهو قرر بيخلص. الشغل بتاعه. طبعا اللينك احنا حطينه بتاعه هو متوفر على الويب سايت الرسمي بتاعه الوفيشيال بتاعه. تمام? انت ما كنت تنزله وتنزل السورس الحسن ما انت عايز. النسخة اللي حننزلينها دي والتمام دي اللي هي تعتبر فيها كتير وهو شغل كتير ايه? عشان الشغل الكورسات بتاعه ايه? كان فيه شغلة فيه كورس فيه سورس اقل منه. موجود برضه على ممكن تتنزله وتشتغل به. ونعيد تاني انت مش محتاجة اكتب اكسبرت في اللينكس عشان تنزله زي ما انت شايف مجرد اسئلة مباشرة سألنا جاوبنا عليها والدنيا اشاغالة معنا ما فيش مشاكل. هيبدأ يعمل جاهل الملفات بتاعته. بس اهم حاجة ما تنسيش انت كده مسحت كل حاجة على الهارد في بتاعنا. لو انت عايزت اختار معينة او حاجة معينة بتختارها وتقول له انا هننزله فين. خلص هو كده قال لك انا محتاج بيستارت. هقول له لستارتين ايه وعشان يبدأ يكمل الشغل بتاعه. لما هيبدأ يحمل الملفات بتاعته. هنا بيقول له كده اضغط انتر عشان تعمل ستارت. بيعمل ستارتينج اهي. هضغط كل اللي هعمل انا هضغط انتر بس. هيبدأ يشتغل. اهو عمل ستارت اهو. هيبدأ يقوم جي اي بتاعي والشغل بتاعي. تلاحظ انا ما اعملتش اي حاجة. يعني طبع كل اللي انا عملته مجرد اختيارات. والحاجة روحيدة كتبتها اسمي واسم الاسم والباسورد. و انا اكتب اسم الكمبيوتر عشان اشتغل عليه بعد كده اشتغل عليه. ما انساش ان انا اخطأت بتاعتي. اللي هي سرد بارتي عشان يشغل معايا الواي فاي. والاوبشن بتاعتي بالكامل. تمام اهو بيحمل انا ما اضغطش على اي حاجة خالص. ادي اليوزرنين بتاعي اللي انا كتبته في الاول لا تبتكر اسمي. هيسألني اكيد على ايه. لما اجي هدخل. هيسألني على الباسورد عشان انا مقتله. ايه ما اخترتش لوجيني اوتوماتيك لي. مجرد انا هختار عليها. و زي ما شايفين ان جيو اي. هختار اسمي. هيسألني على الباسورد ايه. كتبت الباسورد بتاعي. حيفتر هنترفيس بتاعي. و ما ننساش يا جماعة نعمل لايك. و سبسكرايب. للشانل بتاعتنا. علشان يوصلنا دايما كل جديد. و نلاحظ دلوقتي ان خلاص. عادل رجنته بدأ يشتغل معايا. عشان نبدأ. نسألني نبدأ بعيد الخطوات بتاع الشغري العادي. بتاعي. وبسألني لو انت هتعمل كونكت. تحدثنا.